إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم A.O.B. Canada بالدرجة ومرحبا بكم في القناة الثانية اللي هي A.O.B. Immigration Canada en français ومرحبا بكم في القناة الثالث بلسمى الناس اللي غادين يجي ويقرأوا كونتابيليتي أو فسكاليتي أو جيسيون وكذلك الناس اللي في المغرب خداهم كونتابيليتي القناة الثالثة اللي هي A.O.B. Education متخصة في المسائل اللي هلوك لكم دروس؟ والا فرماشون في دي روجيسيال بزادي روجيسيال التي تستعملون في القناة في القناة الثالثة وفي الكميرسيال الموضوع دينا اليوم إن شاء الله هو شكوناهم منهم الطلبة منهم الأشخاص الذين يمكنوا لهم أن يدروسوا في القناة بدون ترخيص الدراسة كالسان الذين يؤترونين في القناة لا يدروسوا لا يدروسوا بقناة بقناة من الموضوع من الموضوع من الموضوع بقناة 181 بقناة 181 بقناة 181 في أكثر من الموضوع الوحيدة من الموضوع شكرا 176 يتحدث من الموضوع بقناة في اللواء سنقوم بخطة الخطة 30 نستطيع في الحالة الأولى الحالة الأولى ذكرها لنا l'article 188 1A في قانون الهجرة للواصل للمigration والحماية اللاجئين يقول لنا الناس في هذا الارتكال يقول لنا يكون هنا أو كان للمشارك أو فقط 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 أي حوالي كانت العامة التي كانت بالحفظ بها فى البرزنة المدينة والحفظ والآخر كانت تقدم بقم الضرارة وكأنه سرع بحفظ الله مع بعض الوحفظ جزيز بيزيز هذا يعمل سبيل المصادر والممائيات أو شخصة الشخصة معاً البحث يسرون التحرير والترخيص في الخصة فيها الثانية في الوضع الأيضية ، إذا إرتكال 181 في beschermينه على المقادرة المقادرة على الإستضافة في الإمعارة المقادرة والفتكتير للأفاق سمع على المقادرة التي تحدث عنها هات المنبغ مشكونig نما المنبغ ديال لفورس арمي ديالواحد دولة المعصر فابيا كانادا ويلي ركنه كم اللوسط لفورسها تكون عندها في كانادا هنا إلا جنب نزال ليملتاير نزال لفورس арمي اخبوا لهم رمي كونوا فيها للمilitير لجنو ملتاير وصيويل فاكا دري كا للمشاهدة لهم يزنية كم parties سيفيل فوزان من هاد الفوكس آرمي يعني واحد مجموعة يعني كنت تنتامي لهاد الفوكس آرمي فكيم كلهم كذلك انهم يقروا بدون ترخيص كيجيني الارتكل 188 188 واحد السي كيقولك اي واحد بغي يجيقر ينه مجتمع حين الآن اسافة الماكسيمون هو السيكور كيم كله يجي بلا متلب بغمية ديجوكس آر ايطلب غير غير فيزا عادية غيره غيره يقرأ وارجع في حالاته ايدينا واحد واحد دارها الارتكل في الرجل مو 188 على أساس انه يمكن لي يطلب بغمي دي توي يقدر يعطي للاجئة ولكن بعد الحالة التي يطلبون ولكن غالب حالات يمكن لك تطلب فيزا ديال فيزيطة امبواء جيد قراء ست شهر فما تحت بلما تطلب بغمي دي توي الحالة الرابعة الحالة الرابعة هو المينار المينار كيف تعرفون ان المينار خاصة المينار يختلفون في كندا في المقاطعات يختلفون عشنا يلصون ديال الرش ديال انسان يقول لي مينار إذا كنت قل منها تسمى مينار كنت فيها ولا فوق منها تسمى مينار مثلا النصة ديال المقاطعات ان المقاطعات من المقاطعات ستكون مينار جميع الشموعين السبع الأخرى المقاطعات ستكون جميع المقاطعات فمن المقاطعات فمن المقاطعات الكيبك. كان انتاريو. الانتاريو كان البرتا. كان من منتوبا. كان ساسكاتشيوان و كان البرنس ادوار. 6 دي المقاطعات. المينور واللي قل من 18 عام. ماجور 18 عام فاما فوق. يبقون سبعة. سبعة اخرين عدنا فيهم ثلاثة دي الالتاريطور و عدنا فيهم اربعة دي البروفنس. كان الكولومبي بريطانيك كان لنوفاليكوس كان نوفو برانزويك و كان تاريو في الابغادر. هدو مقاطعات. كان المكلاسي الالتاريطور اللي كان في الانور. كان الالتاريطور نوروست. كان يكن. كان نانجويت. هدو بسبعة بيوم الالطفل عندو 17 عام فاما فوق. ماجور قل من 17 عام مينور. الالفصل اللي كان هو الفصل اللي كان في الالواء سور الإميغراتيون. الالواء 32. 32. 30 فقراء جوج. كان يقول لك على أن أي ابن مينور ديال الالتاريطور سور الإميغراتيون. سور الإميغراتيون. سور الإميغراتيون. حسنا؟ إذا كان لديهم قل من 17 عام و أنا كنت في وقاطعة أخرى. كنت مثلا في كلام بريطانيك في اسمية نوفاليكوس نو برونسويك تاغنوف لابرادور تاريطوار نور وست تاريطوار يكن تاريطوار نانفيت إلي عندو قبل 19 عام يمشي قراف بريسكولار والسوغندار بريسكولار هو الأولي بريمار والابتدائي والسوغندار الإعدادي يمشي ويقراو بيدوني مشاكل ولكن سيبوزو انا جيت غير توريست وبريد ندخلو اللذي يقراو يجب أن نطلب لهم برمي ديته ويجب أن تكون عندو غير 5 سنين أو 4 سنين يجب أن نطلب برمي ديته لهم حسن؟ لذلك لدينا ريزيدون تاريطوار يوجد أنواع كان واحد اللي عندو برمي برمي ديته و برمي ديته هدو أولاد ولا كانوا منور يقراو برمي ديته ماجور سيطلبوا برمي ديته السنف الثاني هو أن يجب أن يكون نطلب برمي ديته من المتحدث برمي ديته أو يعمل ويجب أن يكون لدينا تاريطوار ويجب أن يكون لدينا زيارة ويجب أن يكون لدينا برمي ديته كنت قلنا الحالة الأخيرة اللي جاد في الأرتيكل الأرتيكل 189 من الهجرة ويحمية اللاجئين شو كنت قول؟ كنت قولك بأن أي طالب أي طالب أي طالب بأن الوقت سيكون لدينا برمي ديته ويجب أن يكون لدينا جديد قبل ملسالي يعني أن نتطلب غنوف لما أفضل لدينا تقضي في هذا الحالة هذه ومنا تتوقف أن تجيه من ديسيزيون كيمكن اللي يمشي قرأ بدون مشاكل لذلك كيف يسمى راكين واحد استاتيوة أمريسيت يعني كيمكن يمشي ولكين إلى إنسان طلب غنوف لما من بعد ما فات ما فات تاريخ ونحن لدينا حالات حالة الأولى إلا فات الوقت ديالو عندك 3 شهر خاصة تدير 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 دونو تدير 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 سواء تدير أو تقرأ تدير 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 وإلا تدير Economics أم أمريصي تدير تدير aku كما تدير تبدأ شديد تدير 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 تكلم الس� ABY قمت بتجديده قبل الوقت هناك أختيك الذي هو مئتين وسبعتاش مئتين وسبعتاش وواحد فقمت بتجديده كيف يقول؟ يقول لك الأجاند المغرسيون لتجديده يجب أن يكون هناك دائما أول شيء تكون درتيفاً وقت دياله قبل الوقت قبل الوقت دياله النهاية الصراحية دياله الكانديشون الثاني اللي مهمة بزاف للناس كي ما يتديوهش فيها و هي أنك سقطتكون حتار أمتين شوروة المنصوص عليها وقال موابط من الناس يقدون أنك تتكوم تكون وقال مقال محاولتين على مشاوهش دياله دياله أيضا اللها تغصير اللي تقرره اللي تقرره اللي تقرره الكانديشون الثاني اللي تقضيه ل Bruce T ship الناس كلهم يقرأوا بدون برمي ديتو تمنى هذا الفيديو هذا يكون لفاتكم شكرا على المشاهدة ما تنساوش تشاركوا في القناة هذه هي AOP canada بالدارجة AOP immigration canada en francais و AOP education بس مجال تعليمي شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته